هذا علي كل ما قدم عريفة ان كان للمرجلها مع اليهامة الغضور تعرف العالم مواقفة فالكايدة ما يحط العذر قدامة حكتش مغجي تساري ولا ادري وين بعد ما بدا ميقافي وحان ميعدة كما يلها للمعروف عند النجام دي ولو ما قبت لازم الناس انقادة يتخير مضحك وانت تامر يا ابو حسين وانا خابر انطيبك اجبل الله ولك عدا هذا علي كل ما قدم عريفة ان كان للمرجلها مع اليهامة ان اسمه هذا مع الراف كاب وتعريبه كل ما قدم صعبله منه بداتي هلا مرحبا في حلة مع الراف الجدي على البنة الاشقر تحته النار وكادة بناخي انطير اللي على الكايدة راهي مقام الفاخر والمس والعز واشدادة عليك في اسمه عند الاسبين والدني على كثرة طيبة صارت الناس معتادة على كثرة طيبة صارت الناس معتادة الغطوري تنف العالم مواقفة بالكايدة ما يحطى العذر قدامة يقبل علي الموت ما هو يوجس الخيفة حتى العمر ما يحسب باقي ايامة بصق الهبوها اللي على العسر قبل اللي مواقف تشهده على قد حززنا ده من اللي تعز وضع نزابة نهار الشي يجوناه بنوايل على الموت والرده يجوناه بنوايل على الموت والرده فهكتاش مغجيت ساري ولا قريوي رعد ما بدامي جافي وحانمي عده جماي الهالة المعروف عند النجام دي ولو ما قبت لازم الناس نجالي تخيار مدحك وانت تتابر يا فوحسين وانا خابر انطيبك اجبل له ولك عدا وانا خابر انطيبك اجبل له ولك عدا هانا علي كل ما قدام معارفة ان كان للبرجلة هانا عليها ما هانا اسمه هذا معارف قاب وتعريبه كل ما قفهم صعب لمنه بدقاما ايهلا مرحبا في حلة معارفة الجدي على البنة لاشقر تحته المار ايهلا مرحبا في حلة معارفة ايهلا مرحبا في حلة معارفة ايهلا مرحبا في حلة معارفة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة